بالنسبة لأستاذة هالة بتقول إن زوجها داس على قطة أثناء قيادة السيارة فهل هناك كفارة؟ لا كفارة لذلك لعدم القصد والإنسان عليه دائماً أبداً أن يتوب ويستغفر مما رأى نفسه أنه وقع فيه ومما لم يعتبر أن ده شيء يعاقب عليه الإنسان دائماً يتوب ويستغفر وتوب إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فهذا حال المؤمنين دائماً أبداً وهو تجديد التوبة تجديد التوبة